ما جمعه بروتوكول عيد الاستقلال يفرقه الخلاف على تفسير مواد دستورية وقانونية فالأزمة المعروفة بمرسوم الأقدمية حول ترقية الضباط تتفاقم بين رئيسي الجمهورية والبرلمان اللبنانيين أزمة شلت استحقاقات في مؤسسات رسمية التيار الوطني الحر عرض مبادرة جديدة يرى أنها تمثل حلا نحن نقترح مرحلياً من دون تعديل الدستور لا أحد يأخذنا عهد البيب لا نتحدث عن تعديل الدستور نتحدث بممارستنا تطبيعاً للدستور بعدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة نقترح الغيء المذهبية السياسية على الأقل نحافظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لا نخصص لهم كل واحد لا مسلم ولا مسيحي لا وزارة ولا مديرية الرد لم يتأخر بلهجة موازية للهجة مؤتمر باسيل من حيث الحدة والاتهامات اتهم وزير المال التيار الوطني الحر بطورية العهد الرئاسي وحذر من سلوك ينتهجه التيار قد يؤدي وفق الوزير إلى إلغاء مؤسسات إدارية الرد على مبادرة باسيل كان حاضراً أيضاً الدولة المدنية نحن نرحب فيها نحن أول من طرحها ليش بننبرم وراء المشكلة فلنذهب مباشرة إلى وضع مشروع إلغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ إذا كنا فعلاً نريد تطوير نظامنا السياسي وما نروح لنأول مذهبية بين الطائف وما نكون عم نلغي الطائفية وهذا أمر خطير وحساس حزب الله حليف المتخاصمين كان في هذا الوقت يطلق جزءاً من ماكينته الانتخابية الحزب ما زال يلتزم الصمت تجاه أزمة تبدل أكثر حدة بين حلفائه لكن القلق من نتائجها يترجم ترقباً لتأثيرها في انتظام عمل الحكومة على أعتاب الانتخابات تصعيد متبادل بين رئاستين وبين قوتين سياسيتين رئيسيتين هو صراع يسعى أطرافه لحظ نتائجه في الانتخابات النيابية المقبلة ربما هذه وجهة نظر المطمئنين لكن ثم ترأي للقلقين ومفاده أن النزاع السياسي الأخير بدأ يتناول قضايا دستورية وميثاقية ما قد يحيل المشهد في لبنان إلى توتر تعب اللبنانيون من تفاصيله محمد محسن بيروت الميادين